الإنسان من الطبيعة سيزيد في الإنتاج ويزيد في الاستهلاك المفرط والاستعمال المفرط للموارد الطبيعية مما يؤثر في تدهور الطبيعة والتربة بشكل خاص وبالتالي إلى التصحر وهذه السنة مقسم هذه الموارد الطبيعية على ثلاثة الغذاء الألياف والأعلاف الغذاء يخص الإنسان الألياف هي للماشية والألياف فيما هي تتعلم الألياف للماشية والألياف للملابس إذن هذا طبعا أذكر هذا هو موضوع وهذا الشعار سيطرجم فعلا من خلال حتى المخططات واستراتيجيات سواء الدولية أو الوطنية لمكافحة التصحر والجفاف هو 17 جوان هو يوم عالمي تحسيسي يحتفل به للتذكير فقط هو تحسيسي توعوي الوزارة الفلاحة والتنمية الريفية تحت رعاية المديرية العامة للغابات كبوان فوكال هي نقطة اتصال بالاتفاقية للأمم المتحدة لمحاربة التصحر تقوم كل عام في 17 جوان للاحتفال بهذا اليوم للتحسيس والتذكير فقط هذا السنة الاحتفال الرسمي سيكون في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تحت رئاسة وزير الفلاحة والتنمية الريفية وبمشاركة هو يوم لدراسة الحصيلة فيما فات وفيما سيقام ويجب القيام به سيكون هناك مشاركة العديد من القطاعات والوزارات المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه الإشكالية هي إشكالية محاربة التصحر سندعم ما ذكرت سيدة عربادي حتى نطاعم لقاءنا أكثر بورقة في الموضوع من توقيع غنية وعدية ثم نعود لمناقشة أو لمواصلة النقاش منذ التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة حول مكافحة التصحر من طرف الجزائر العديد من برامج تهيئة المساحات المتدهورة تم إنجازها بفضل ممارسة التسيير المستدام للأراضي إضافة إلى السد الأخضر التجربة الرائدة في مكافحة التصحر التي مكنت من شق نحو 25 ألف كيلومترا من المسالك لفك العزلة وإنشاء أكثر من 12 ألف مشروع في إطار التنمية الريفية من بينها تشجيع الزراعة العائلية وتسليم الإعانات الفلاحية وكذا المخطط الوطني للتشجير بغرس أكثر من 800 ألف هكتار حيث تتعرض العديد من المناطق بمختلف ولايات الوطن للتصحر وتدهور الأراضي والجفاف نظلا للتهديدات الدائمة لحرائق الغابات وموجات الحر والفيضانات المفاجئة وحسب المديرية العامة للغابات فإن سنة 2030 ستشكل مرحلة هامة من أجل التوصل إلى تحييد أثر تدهور الأراضي الذي يعد من بين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظة على الأراضي المنتجة وتجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة أعلنت عام 94 تسعمائة وألف يوما عالميا لمكافحة التصحر بهدف رفع الوعي العالمي بشأن التحديات التي تفرضها ظاهرة التصحر وترد وضع الأراضي والجفاف وهي مناسبة كذلك غنية لجذب الانتباه بضرورة تكثف الجهود من أجل الحد من هذه الظاهرة سيدة عربادي تابعنا الموضوع سويا نحن نتحدث عن هذه الاستراتيجية الوطنية ربما سنتحدث عنها بتفصيل الأوفى أنتم تمثلون المديرية العامة للغابات ونعرف بأنكم شريك مهم في هذه المسألة مسألة الحزام الأخضر والسد الأخضر وتدعم الغطاء الأخضر أين توقفنا قبل قليل؟ كنت تتكلمين عن هذه الاحتفالية الخاصة التي تقيمها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بهذه المناسبة صحيح قلنا أن هذه السنوات هناك مشاركة العديد من الوزارات ومن القطاعات التي عندها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهذه الإشكالية محاربة التصحر والإنسان بشكل عام في العالم ككل فهمنا أن هذه المشاكل المرتبطة بالبيئة وبالطبيعة وبالتصحر الجفاف هي مشاكل لازم تكاثف جهود الجميع عندما نتكلم عن العالم ككل هي مشاركة كل الدول مع بعض لمحاربة هذه الظاهرة وفي النطاق الوطني يجب مشاركة كل الأطراف والآن هذا الشعار يخص المواطن البسيط كامل أفراد للمواطنين يقدروا يساهموا بشكل فعال في محاربة تدهور التربة والتصحر المواطن بممارساته اليومية والشركات الإنتاجية بممارساتها وبطريقة العقلانية لاستعمال الثروات الطبيعية ربما سيد عربادي المهم هو أننا ننادي اليوم إلى ضرورة الالتزام الجماعي بإصلاح الأراضي خاصة المتدورة على المستوى الوطني استعادة إنتاجيتها لو نتحدث عن هذا الالتزام الجماعي هل موجود في الجزائر هذا الالتزام الجماعي؟ للأسف الالتزام الجماعي غير موجود بالطريقة المثلة المثلة وللأسف هذه المشاكل اللي رانا واقعين فيها اليوم هي مشاكل ناتجة عن تغيير في سلوك الإنسان هو الإنسان القادم جدودنا ما كانوا يتعاملوا مع الطبيعة بطريقة هذه مع أنتها الآن بعد هذا التطور العلمي والتطور الصناعي عودنا نرجعنا للنصائح اللي رانا نقول فيها هي لازم نرجع للأصل ونرجع للممارسات اللي كانوا جدودنا يستعملوها إما في الاستهلاك تعنا إما في التعامل مع الطبيعة إما في التعامل مع الأرض إما في التعامل مع الحيوانات يعني هي الثروة الحيوانية والنباتية كيف ذلك؟ أولا لمحاربة تدهور التربة والتصحر لا بد من التشجير بكل أنواعه لحماية التربة الإنسان في حي تاعه في المنزل تاعه إذا كان عنده مساحة من الأرض لازم يشجر فيها إذا كان عنده مساحة في المحيط تاعه في الجوار لا بد التشجير إذا كان عندهم مساحات خضراء في الأحياء أو في المدينة لا بد التعاون والتشجير وبطبيعة الحل تجديد الصر والغابية نعم في المساحات الخضراء وفي الغابات وحتى في الحقيقة حتى في جددنا بكري كانوا يستعملوا المزهريات واليبوف والنباتات إذا كان عندك نبتة في البيت أنت تقدر تستعمل الماء مثلا هذه حاجة بسيطة لكنها مهمة لمحاربة هذه مؤثرة مؤثرة بشكل كبير لما نصل الفاكهة والخضر هذا كلماء غير مضر بالنباتات يعني يحب ذا نسقو به النباتات اللي عنا في البيت وفي المحيطة يعني في الحومة أحسن من اللي أننا نرميه في المجاري المائية هذه رح نساهم بشكل كبير وما يقدرش يتخيل إنسان المساهمة في هذه النقطة بالذات في حماية الطبيعة وفي حماية الأرض وحماية التصحر ونحن نشجع دائما الساكنة كذلك على الاستقرار أنا أقصد في بعض المناطق الريفية مثلا يجب أن نعمل على تحسين وسائل المعيشية للسكان ولا للمواطنين من أجل الاستقرار لأن هذا الاستقرار هو أيضا ينادي إلى استقرار في المجال البيئي وفي مجال مكافحة التصحر والجفاف صحيح وهي أولوية اليوم أولوية أولوية كبيرة ومن بين البرامج التي تقوم بها المديرية العامة للغابات لا تنسو أننا 80% من الغابات هي غابات أهلة بالسكان مستحيل مديرية العامة للغابات توضع برنامج لحماية الغابات دون أن يكون الإنسان مأخوض عن الاعتبار ودون أن يأخذ بها الاعتبار ليس في أن يقدموا له خدمات بالعكس لازم يكون المشارك هو أيضا في تنمية هذه المناطق وفي تنمية المستدامة يحبذها هذه التنمية المستدامة التي نحوص عليها اليوم كيف ذلك؟ الإنسان يكون عايش في منطقة غابية أو سهبية أو صحراوية حتى لازم يعيش في تناغم مع الطبيعة يأخذ ما يحتاج بعقلانية ولازم يخمم كيف يفكر كيف يكون عنده سلوك وعنده ممارسة يومية لتحافظ على البيئة التاعه وتحافظ على أصلا هي مصادر للرزق المديري العامة للغابات في كل هذه المناطق عبر طبعا 48 محافظة للغابات تقوم بمشاريع ويكون الإنسان دائما داخل فيها مخودة بعين الاعتبار عبر مشاريع صغيرة تربية النحل تربية غرس الأعشاب الطبية واستعمالها غرس الأشجار المثمرة التي تحمل الجفاف أنت تتحدثين عن السد الأخضر ودوره في تثبيت الأهالي وخلق الثورة هذا ما سينقوله أيضا هذا الموضوع الذي نقترحه عليك وعلى كل المشاهدين من إبتسام بجاوي تسير الجزائر قدما عزمة على مكافحة التصحر وخلق الثروة وقد أعادت سياغة المشروع الوطني الضخم بما يتناسب والتحديات الآنية للألفية الثالثة سرنا على هذا الطريق والتقينا رجالا كلفوا بإنجازه ومتابعته بولاية خنشلة ذات المناخ الجاف الحار سألناهم عن محاور السد الأخضر بهذه الولاية السهبية الجبلية فكان جوابهم إعادة تههيل السد الأخضر بعمليات مهمة ومعتبرة على مساحة 14 ألف هكتار ثم يأتي المحور الثاني هو محور توسيع السد الأخضر على مساحة 48 ألف هكتار ثم يأتي المحور الأخير اللي هو محور توسيع المناخ السهبية الرعوية الفلاحية وهذا بمساحة أكثر من 114 ألف هكتار فيه إضافة قوية وهو إدماج دماج السكان في تسير ثروة طبيعية ثم ذهبنا إلى تبردغة الفلاحية السياحية حيث تم غرس أكثر من 300 هكتار من نباتي التين الشوكي في إطار مشروع السد الأخضر وكذا آلاف أرجار الزيتون بعدها وصلنا إلى قلب السد الأخضر بهذه المنطقة الوعرة بقلع تراب بلديت خيران حيث لاحظنا وجود أشجار مثمرة كثيرة على ضفاف وادي العرب لأنه تعطب من أكبر المساح من أكبر مساحة السد الأخضر هنا ولذلك فهي تعطب منطقة ذات قطب فلاحي بامتياز أي نسجل تطوير جميع الأصناف الأشجار المثمرة على مستوى الضفاف وادي العرب وهذا نظر لوجود الموارد المائية بالإضافة إلى ذلك وجود أسر منتجة مما ساهم على استقرار المنطقة وتطوير المنطقة وتستحق تشجيع خاصة المؤسسات الصغيرة من أجل تثمين كل الموارد الطبيعية الموجودة هنا السد الأخضر لم يبقى سدا لإيقاف تقدم رمال الصحراء إلى الشمال بل أصبح محورا أساسيا لخلق الثروة وتنويع اقتصاد بلد يمتد على مساحة أكثر من مليوني كيلومتر المربع وامتداده الشاسع والواسع أضحى حمل لهذا السد هذه المكانة مكانة ريادية في التصدي للتصحر قدمنا طبعا العينة من خنشلة وسنقدمها الآن أيضا أنت معنا سيدة عربادي سننتقل عبر هذا الاتصال الهاتفي إلى الجلفة إلى ولاية الجلفة ويحضر معنا عبر هذا الاتصال الهاتفي سيد محمد دومي محافظ الغبات بولاية الجلفة سيد دومي صباح الخير صباح الخير سيد الكريم أهلا وسهلا أهلا وسهلا شكرا مرحبا سيد عربادي هي مديرة مكتب المديرية العامة للغبات تتحدث عن هذه الاستراتيجية وعن هذا المخطط الوطني من منظور ولاية الجلفة نعرف بأنها من منطقة طبعا هي بوابة الصحراء كيف هو هذا المخطط ميدانيا سيد دومي شكرا سيد الكريم المخطط الميداني تم إعداده وإعداد استراتيجية هذا التدخل تبقى لإشكالية تصحر نعم نسمعك سيد دومي تفضل تبقى تم وضع المخطط المكاذحة التصحر تبقى لإستراتيجية خاصة على لطاق واسع تبقى لإشكالية التصحر الإشكالية التصحر بالإسباب الملايات نجد أن ملايات الجلفة من ساحة شاسعة على تمتد على من ساحة 22.2 1256 كم مربع بينما نجد أن الفروة الغاضية تمتد على من ساحة 210 ألف إكتار بنسبة 6.5 بالنسبة من ساحة الولاية بينما الأراضي السهبية تمتد على من ساحة مليونين و122 ألف إكتار أي بسبة 65 يعني هناك اختلاف التوزن البين زيادة على هذا فإن الولاية ذات طبع شادي وذات طبع عراء ومتياز أين تمتد فيها أساساً تربية الموكي مما يسبب تعريف الغطاء النباتي ناتج عن المفرط الاستغلال المفرط لغير العقلاني للأراضي وكذلك هناك عوامل طبيعية كالتغييرات المناخية والتصحر والأمراض لتنسل الأشجار وكذلك العامل البشري وهو الأساس والمتمثل في الرعي والمفرط الحرف العشوائي وقطع الأشجار كيف نقف زيادة دومي في وجه هذه الممارسات كيف نقف نقف هذه الممارسات هو ميديين حالياً أننا نقوم بمهام الضبطية القضائية وتم تفعيل الاتفاقية التعاون بين الغدار كالوطني هذه الاتفاقية المنظمة من القيادة الوطنية والمدر العامة للغادة للسهر والمحافظة ومحاربة كل جرائم الغادية للحد منها والمحافظة على الثروة الغادية والحلفائية على المستوى الولاي نحن نعمل الآن نعمل على تكثيف الجهود من أجل تثبيت الأهالي من خلال التنمية المحلية يعني أقصد مثلا شق الطرقات وإيصال الضروريات للمواطن للاستقرار لأنه جزء مهم جدا وعالمة إضافية في مجال الحفاظ على هذا الغطاء النباتي الذي يكافح التصحر والجفاف هو والإستراتيجية المعمولة تقامل في تعميم سياسة ترجيد الريفي عن طريق المشاريع الجوارية لمكافحة التصحر وذلك بإشراك الساكينة والسكان الريف في أهل السياسة وإدماجهم في مكافحة التصحر وذلك بوضع عمليات إنجاز عمليات تتمثل في استصلاح العراضي وعملية الغرص وفكر العزل على هذا السكان وتثبيتهم في هذه المناطق لن أودعك سيد دومي تفضل نفسك تفضل كذلك نجد أن الاستراتيجية التي كانت بها الدولة منذ الاستقرال في مكافحة التصحر منذ قيام المشاريع الشعبية للتشجير بعد في الستينات وفي السبعينات وينطلاق مشروع السد الأخضر يعتبر تجربة رائدة وحاليا الدول الأخرى تستعملوا وكذلك مشروع نموذجي في قامة المشاريع الخاصة بمكافحة السحر نجد أن ولاية الجلفة قد أخذت الجزء الأكبر من المشروع السد الأخضر على مساحة أكثر من مليون اكتار أي ما يونسل 27 مليون من المساحة المجمالية للمشروع السد الأخضر لانتدع على مساحة 3.7 مليون اكتار حاليا تم الإنجاز منذ بداية التشجير في ويهي الجلفة في المرحلة الأولى من سنة 2077 إلى 1990 تم الإنجاز 19.200 اكتار وبعد من سنة 2000 هذا قامت به شباب الخدمة الوطنية في المحافظة السامية للخدمة الوطنية الشعب الوطني وبعد 1990 تم تكليف كتاح الغابات لمواصلة هذه الإنجازات لمشروع السد الأخضر حيث تم إنجاز ما يقتار 30.000 و 857 اكتار إلى من هذا هذا كان مدعم البرامج الأخرى برامج أشغال الكبرى برامج تجديد الريفي وكذلك المخطط الوطني التشجير وكلها برامج تنخرط في هذا البرنامج العام المركزي المبذول والموقع من أجل الحدي من التصحر والجفاف سيد محمد دومي محافظ الغابات بولاية الجلفة شكرا جزيلا لك كنت معنا من خلال هذا الاتصال الهاتفي قبل أن أذهب إلى ولاية عامة كذلك سنقدم تجربة في مجال التصحر الذي يهدد الحياة البيئية هناك ولاية الجلفة وغيرها من ولاية السهوب عندها ميزة خاصة بالمقارنة بأنها هي الحد الفاصل ربما بيننا وبينما يمكن أن نحققه للبيئة في مجال الحفاظ عليها من التصحر والجفاف صحيح هي أيضا مناطق صعيب التعامل معها لأنها مناطق فيها يعني ذات طابع أرعاوي فلاحي وهي مناطق جافة وشبه صحراوية يعني الحفاظ على البيئة فيها صعيب كتير تكلمنا على السد الأخضر وعندما نتكلم عن السد الأخضر نتكلم عليه هو أنشئة ألف وتسعمائة وسبعين وسبعين الجلفة هي الولاية منطقة المجبارة هي المنطقة الأولى وانطلقت فيها الأشغال في هذا الوقت عندما نتكلم عن المشاريع كبيرة بهذا الحجم في ألف وتعمائة وسبعين نتكلم أن الجزائر كانت سباقة في محاربة هذه الظاهرة بينما كانوا في العالم الآخر يعني في البلدان الأخرى ما كانوا يسمعوا بكلمة التصحر الآن فيها إعادة تبعث لهذا المشروع مشروع سعد الأخضر في هذه المناطق حملات تشجير نعم جستامو هي راح تكون بنظرة مختلفة هي نحن نحترم خاصية كل منطقة إلى منطقة لازم فيها غابة نعمل أشجار غابية إلى كانت منطقة رعوية راح نشجروا نقوم بعملة يعني غرس لنباتات رعوية ليستفاد منها الفلاح لأنه قلنا من البداية مستحيل نعمل تنمية مستدامة دون أن نأخذ بعين اعتبار يعني الحياة اليومية للمواطن نحن نأخذ بعين الاعتبار أن مصطلح التصحر والجفاف أنه ما من أكبر التحديات البيئية قدمنا الجلفة سنقدم الآن ولاية نعمة التي يهددها الحياة البيئية التي يهددها التصحر الرابورتاج لعبد الوهاب حديبي تهبي بولاية نعمة فهي ظاهرة لا تؤثر فقط على الحياة البيئية وإنما أيضا على الحياة الاجتماعية للسكان حيث يضطر الكثير منهم للهجرة نحو المدن للبحث عن حياة أفضل الولاية عن نعمة هذه فيها حوالي ثلث ملايين هكتار والمساحة حوالي سبعين بالمئة من هذه المساحة معرضة لظاهر التصحر وهي حساسة وحساسة جدا لظاهر التصحر من الأسباب الأساسية لظاهر التصحر على مستوى ولاية نعمة والجفاف قلة التساقط على الأمطار وكذلك المشكلة على الإنسان الرعي والحرف العشوائي هذا في غياب الوعي وثقافة التشهير عند المواطن تسعى المحافظة السامية لتطوير السهو بولاية نعمة إلى تبني مخطط استراتيجي لمحاربة التصحر وحماية البيئة والثروة الحيوانية قامة محافظة السامية والسهو بإنشاء 436636 من المحميات والغرض منها هي إعادة الاعتبار للمراعي المتدهورة وذلك من أجل توفير العلف والكلاء للموالين المنطقة والمنع كل للحرط العشوائي لأنه السبب الرئيسي للتصحر زيادة على المشروع الكبير لإعادة تأهيل من تأهيل السد الأخضر بنظرة جديدة لأن النظرة الجديدة هي المس كل المناطق وكل الأراضي مهما كانت الطبيعة القانونية انتاحها وبالرغم من الجهود المبدولة للحد من ظاهرة التصحر إلا أن صراع الأخيرة مع الطبيعة والإنسان يتواصل بتواصل زحف الرمال وتتواصل عملية التوعية والتحسيس بضرورة الحفاظ على هذا الغطاء الأخضر من خلال حتى يعني أنا نقول حد من بعض الممارسات يعني فالفوضى مثلا أو إن صح التعبير العشوائية في هذا الرعي ويجب أن يضبط يجب أن ينظم يعني في المستقبل صحيح في الروبورتار سمعنا الزميل يتكلم عن الحرائق نحن في الجزائر العامل الرئيسي في تدهور الغابات وبالتالي الغابات والمناطق السهبية هي الحرائق والحرائق 90% إذا ما نقولوش كتر هي نتيجة لممارسة الإنسان طريقة يعني باللا مبالات أو عن قصد يعني بقصد أو غير قصد لذلك يعني لما نقول بالإنسان يقدر يساهم في حماية الطبيعة هي بمجرد أنه من ساهمش في الحرق راهي ديجا مساهمة كبيرة كبيرة جدا ما تنسوش أنه كل عام تقريبا 30 ألف هكتار تدمر تدمر أو تدمر حتى إذا ما تدمر بمئة بمئة راح يكون نسبة النجاح التحى في المستقبل سيكون قليل ورح يؤدي أنه رجال الغابات يعني أوليو باش نخدموا في مناطق أخرى نزيدوا نشجروا فيها نعاودوا نرمموا المناطق اللي كانت محروقة يعني الجهود لتعريجال الغابات والرجال المختصين في هذا الميدان راح تقل هناك حتى نوعا ما تكثيف الرقابة على الغابات يعني تكثيف في كثير من الولايات هناك جهود مشتركة بين الدرك الوطني الغابات مع الدرك الوطني يقوموا بدوريات لمراقبة هذه الغابات لكن يعني الإنسان إلا ما كان منضبط الرقابة إحنا يعني 24 ساعة 24 ساعة ما نقدرش نراقب الغابات الباشرة لازم الإنسان يفطن أن هذه الغابة راه تحمي تحميه من الانتراف والإنسان اللي ما يكونش في الميدان ما يشاهدش مثل هالأمور حنا في الميدان شاهدوا أنه في الصيف تقوم بالحرق الغابة اللي راه يقدام بيتك وقدام بلديتك وقدام دشرتك في الشتاء بمجرد في سبتمبر تساقط أول قطارات الشتاء يتسبب في الفيضانات الإنسان اللي كان حرق في الصيف ما يخممش باللي هذه نتيجة للممارسات اللي صرت وهي طبيعة صعيبة ولا يعني أنظمة بيئية حساسة جدا بمجرد ما يكون حارق احنا كرجال يعني الميدان نشوفه بطريقة يعني مباشرة في الصيف كين حرائق فيشتاك فيضانات لأن الغابة هي اللي تحمي التربة وتحقوها تعمل كإسفنجة هي اللي تمتص الأمطار الغازيرة وما تخليها تدير هذه الفيضانات تمشي في السطح سطحيا ودير إنجرافات ودير فيضانات معنا هي ممارسات الإنسان اليومية اللي لازم تكون فيها عقلانية وتكون تعايش وتناغم مع الطبيعة ونحن نعتبر المواطن شريكا مهما في التسير المستدام يعني للأراضي ورهاده هو أهم شريك في حقيقة هو أهم شريك من هم الشركاء الآخرين يعني هي إحنا كمسيرين فقط مديرية العامة الغابات هي مسير لهذه الغابات لكن شكل يسكن فيها شكل يستعملها شكل هو الشركاء الآخرين هم الوزارات هم معاهد دراسات هي كثير يعني حتى اليوم جز وزير شؤون دينية وزارة شؤون دينية عبر المساجد عبر هي قطاعات للإسم تحها ممكن ما عنده علاقة مباشرة بهذه المشكلة لكن في التحسيس وفي التوعية وزارة الشباب الجمعيات الجمعيات تلعب دور مهم ومهم جدا في هذا الأمر والإنسان لازم وعندما أتكلم عن المواطن هو أنا هو أنت هو لأنه بعض الأحيان لكن كل المواطن يحسوها بطريقة يعني ركو تحصلوا فينا أنا أختي أخويا جاري الكل معني شكرا جزيلا والكل معني والكل مدعو طبعا لتعزيز هذا الوعي العام للحفاظ على الأراضي والحد بينها وبين تظهورها وجذب الانتباه في نفس الوقت أن المناسبة هي مناسبة عالمية ليست وطنية وتترجم من خلال هذا المجهود المكثف الذي تقوم به المديرية العامة للغابات ويقوم بها كما ذكرت كل الشركاء بما فيهم المواطن شكرا جزيلا سيدة عربادي رتيبة رئيس مكتب بمديرية العامة للغابات حضرك في البرنامج الحديث إذن كان معا محور الاحتفاء والاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف أذكر بموضوع هذه السنة الغذاء الأعلاف والألياف التاسعة صباحا مجز لأهم الأخبار ثم نعود إلى منبر برنامج هذا الصباح صباحكم سعيد مجددا مجز والتاسعة أهلا بكم ضعف أمس الوزير الأول عبدالعزي الجراد تعليمتان إلى أعضائي الحكومة والسلطات المعنية تتضمن تدابير التكملية بعنوان المرحلة الثانية من خريطة الطريق للخروج التدريجي من الحجر واستئناف بعض الأنشطة التجارية والاقتصادية والاجتماعية حيث أضح فيها أن كل التدابير المعتمدة التي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من الرابع عشر جوان تمتد لفترة مدتها خمسة عشر يوما وفيما يتعلق بالعطلة الاستثنائية المدفوعة الأجر في القطاع الاقتصادي فقد ذكرت التعليم إلغاء الإجراء الخاص بوضع خمسين في المئة من مستخدمي القطاع العمومي والخاص في عطلة استثنائية مدفوعة الأجر بالنسبة للمؤسسات التي يمكنها ضمان نقل مستخدميها واستفاء شروط الحماية الصحية الخاصة بنشاطها على أن يظل هذا الإجراء مطبقا لفائدة النساء الحوامل واللواتي يتكفن بطربية أطفال تقل أعمارهن عن أربع عشرة سنة شارك المجلس والشعب الوطني أمس في اجتماع برلماني مرئي عن بعد انظمته شبكة برلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي حول استجابة هذه المؤسسات المالية العالمية للطوارئ الاقتصادية النجمة عن جائحة كورونا حسب للمجلس يتم رسميا وابتداء من يوم السبع عشر جوان تعميم ونشر نظام البث التلفز الرقمي الأرض تين تي من خلال المؤسسة العمومية للبث الإضاعي والتلفز الجزائري وبالتالي إيقاف والبث التلفز التماثلي وبداية العملية ستشمل خمسة ولايات وهي تبازات بسام استغانم وهران وعنابة وهذا وفاء الالتزامات الجزائر تجاه الاتحاد الدولي للاتصالات أعلنت أمس المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر العاصمة أنه تم تحديد هوية السائق الفار الذي تسبب في مناورات خطيرة على الطريق السريع الغربي الرابط بين الجزائر وتبازا بعدما وضعت وحدات والدرك الوطني بالعاصمة خطة الإنذار والبحث مما مكنها مباشرة من توقيفه بعد ذلك في ضرف جد وجيز وأضف نفس المصدر أن مصالح الضرك فتحت تحقيقا حول الحادث مطمئنة أن الضحية في صحة جيدة وفي مستجدات الوضع الصحي ببلادنا سجلت أمس 116 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 11147 حالة مؤكدة في حين يزداد عدد المتمثلين للشفاء يوما بعد يوم حيث بلغ 7842 حالة من بينهم 107 حالات تمثلت للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية هذا فيما سجلت أمس 11 حالة وفاة ليصل بذلك العدد الإجمالي إلى 788 حالة وفاة رحمهم الله بمناسبة الاحتفال بيومي الطفلة الإفريقية المصادف للسادس عشر جوان من كل سنة نظمت الكشافة الإسلامية الجزائرية حفلا كرمت فيه عددا من الأطفال الذين شاركوا في مسابقات لإنجاز أعمال إبداعية شملت رسومات وفيديوهات حول مكافحة فيروس كوفيد 19 تحت عنوان الوباء لا يهزمنا وهذا بحضوري القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية ومثلت صندوق الأمم المتحدة للطفولة والمدير العام للشباب والرياض دوليا وفي موضوع انتشار وباء كورونا في العالم سجلت الهند أثقل حصيلة لضحايا الفيروس القاتل أمس حيث تم إحصاء ألفين وفات وهذا في الوقت الذي تشهد فيه الصين عودة للوباء ضمن ما يعتقد أنه موجة ثانية له وأمام هذا الوضع قررت السلطات منع الدخول والخروج من وإلى العاصمة بكين وغلق المدارس كما أقدمت على إلغاء نحو ألف رحلة جوية وفي سياق ذاته تعقد اليوم بكين قمة صينية إفريقية للتضامن في مجال مكافحة كوفيد 19 في الولايات المتحدة الأمريكية وأمام توسع رقعة الاحتجاجات المناهضة للشرطة والعنصرية في البلاد وقع الرئيس دونالد ترومب أمس على مرسوم يتضمن تعديلا في طريقة عمل جهاز الشرطة ويتضمن والمرسوم منع الشرطة من استخدام أسلوب الخنق عند الشروع في عملية الاعتقال إلا في الحالات التي تهدد حياة عوان الشرطة كما يتضمن إصلاحا جزئيا يحص تنظيم وتسيير الجهاز نهاية المجاز تحيات تحيات الفريق العام المعين أطيب المناهضة مجددا نحييكم سيداتي سادتي ونستضيفكم في برنامج هذا الصباح الوجهة الآن إلى عالم أخبار الصحف الوطنية والدولية بعد الفاصل الأخبار اليوم تقدمها ماجدها صباح خير ماجدها مرحبا سباح النور محمد شكرا لك مشاهدين أسعد الله صباحكم إليكم أبرز عنوين الصحف الوطنية والدولية الصادرة اليوم أهلا بكم نستهل جولتنا من عميد الصحف الوطنية جريدة الشعب التي كتبت على صدر صفحتها الأولى مقالا بعنوان المواطن شريك فعال في التنمية حيث يولي رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون اهتماما شخصيا لملف مناطق الضل نظرا لما يحمله من انشغالات تنموية جادة وقف عليها ولاة الجمهورية من خلال لقائهم بالحكومة عبر شريط وثائقي مفصل يظهر مآلات عينات من الوضعية المعيشية في الجزائر العميقة المزيد من التفاصيل في الصفحة الثالثة جريدة المحور اهتمت بقطاع السكن وكتبت اسقاط ثلاثة ملايين طلب سكن عبر ولايات الوطن حيث كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بالجود عن أن التطبيق الالكتروني الخاص بطلبات السكن سمح بتطهير القوائم من ستة ملايين طلب إلى ما يقل عن ثلاثة ملايين وذلك ضمن عملية إحصاء عدد الطلبات وتطهير القوائم المستمرة على المستوى المحلية المستشفيات مطالبة بإبقاء التأهب عنوان آخر من جريدة المحور حيث وجه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد تعليمة لمدراء مختلف المؤسسات الاستشفائية يطالبهم فيها بالاحتفاظ بنفس درجة التأهب بخصوص كوفيد-19 إلى غاية استقرار الوضع الصحية ننتقل إلى جريدة النصر التي كتبت العدالة تتلقى الشكاوي والعرائض إلكترونيا حيث أعلن وزير العدل حافظ الأختام بالقسم زغماطي عن إطلاق نظام النيابة الإلكترونية على مستوى نيابة الجمهورية والنيابة العامة سيدخل الخدمة في ظرف شهر ونصف بهدف السماح للمواطن بتقديم الشكاوي أو العرائض أمام النيابة إلكترونيا وزير العدل كشف أيضا عن مساعي لتعميم إجراء المحاكمة المرئية عن بعد من خلال تعديل تشريعي يسقط شرط الموافقة المسبقة للمتهم المزيد من التفاصيل في الصفحة الثانية بالرغم من النتائج الإيجابية التي حققتها الجزائر في مواجهة جائحة كورونا إلا أن اللجنة الوزرية للفتوى تؤكد أن الظروف الحالية لا تسمح بفتح المساجد عنوان من جريدة المشوار السياسية وأضف المقال أن الظروف الحالية لا تسمح بفتح المساجد وإقامة صلاة الجماعة لسيما وأنها تستقبل أعدادا كبيرة من الناس استنادا إلى التقارير الصادرة عن لجنة الصحة العمومية التي منعت عقد كل أنواع التجمعات في أماكن مغلقة إلى جريدة لاجونس دالجغي النطقة باللغة الفرنسية التي اهتمت بقطاع التربية وكتبت وزارة التربية تعلن عن استئناف عملية تصحيحة حيث أعلنت وزارة التربية الوطنية عن استئناف عملية التصحيح للمتحانات المهنية للترقية يوم الثالث والعشرين جوان الجارية بعد أن تم تأجيلها تطبيقا للتدابير الوقائية والاحترازية من تفشي وباء كورونا المزيد من التفاصيل في الصفحة الخامسة ضمن تنشيط حركة البحث العلمي وإثراء مساهمة الجامعة الجزائرية كتبت جريدة أخبار اليوم مقالا بعنوان تصنيع جهاز للتعقيم والتطهير بالأشعة فوق البنفسجية حيث نجح السديدة وطلب بجامعة حسيب بن بوعلي بشلف في تصنيع جهاز للتعقيم والتطهير الأشياء والوسائل بما فيها الورق والقماش بالأشعة فوق البنفسجية دون تعريضها للتلف مبادرة من شأنها المساهمة في الحد من آثار أزمة كورونا حاليا وتطويرها مستقبلا لتتماشى مع متطلبات القطاعات الاقتصادية والإدارية المزيد من التفاصيل حول المقال تجدونها في الصفحة الخامسة نعرج على جريدة أخبار اليوم دائما التي نشرت الشرطة تواصل التحسيس تجسيدا للمخطط الاتصالي الجواري المسطر الخاص بالخروج التدريجي من الحجر تقوم مصالح الأمن بمختلف ولايات الوطن على غرار ولاية تندوف بتنظيم خرجات ميدانية تحسيسية توعوية لفائدة المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية والخدماتية المستفيدين من رفع الحجر في المرحلة الثانية ولفائدة أصحاب النقل الحذري والسيارات الأجرى نقرأ على الصفحة السادسة من يومية الشروق اليومي مقالا بعنوان الإعلان عن مشروع الطريق الرابط بين زيرالدة والمدينة الجديدة سيد عبد الله حيث أعلن الوالي المنتدب لدائرة الإدارية زيرالدة بالعاصمة عن تنصيب الورشة المكلفة بأشغال مشروع الطريق الجديد الرابط بين زيرالدة والمدينة الجديدة سيد عبد الله المزمع انطلاقه الأسبوع القادم مشروع من شأنه تقفيف الاختناق المروري في المنطقة وقدرت ميزانيته ميزانية إنتاجه سبعة ملايير ومائتي مليون سنتيم إلى الصحف الدولية الآن والبداية من صحيفة الشرق الأوسط التي عنوانت اختراق كبير الكشف عن دواء يمكنه إنقاذ حياة مرضى كورونا حيث أظهرت نتائج اختبارات أن دواء متوفرا على نطاق واسع يسمى ديكساميتازون يمكنه إنقاذ حياة تولوتي الحالات الشديدة الخطورة فبعد أن أجرى باحثون بريطانيون من جامعة أكسفورد تجربة على ألفي مريض وجدوا أن هذا الدواء من شأنه التقليل من خطر الوفاة إلى نحو أربعين من المئة وزير الصحة البريطاني من جهته أكد أن بلاده ستبدأ فورا بوصف دواء ديكساميتازون لعلاج مرضى كوفيد تسعة عشر إلى جريدة الرأي الأردنية التي نشرت تدوير المخلفات لجعلها تحفا فنية ففي ظل الحجر الصحي يلجأ بعض الشباب إلى الابتكار والنهوض بأفكار بسيطة وتحويلها إلى مشاريع يترجم من خلالها إبداعه في معرض لتحويل النفايات إلى تحف فنية بأشكال جميلة صديقة للبيئة مشاهدين نختم أخبرنا لنهار اليوم بهذا المشروع الذي يهدف لتعليم الناس بأن النفايات ليست جميعها للرمي وإنما يمكن تحويلها إلى فن شكرا لكم على طيب المتابعة وعود إليك محمد لمتابعة فقرات هذا البرنامج شكرا جزيلا لك ماجدة تحويلها إلى إبداعات حتى والحجر الصحي وفترة التقيدي به أنا أقول الحجر المنزلي يعني البقاء في البيت مكننا من التعرف على العديد من البصمات والأنامل التي أبداعت في مجال الرسكلة وفي مجال التدوير نبقى دائما في قطاع الأخبار ونطاق الأخبار الوجهة الآن ستكون عالمية السلطات الصينية تعتبر تفشي الوباء في بيكين خطيرا جدا بعد تسجيل أكثر من مئة إصابة جديدة التقرير لفهدي أحلى بينما تراجع فيروس كورونا في أوروبا تغير الحال في الصين عاد الوباء مجددا وسط قلق كبير عم سلطات البلد انتشر الفيروس في بيكين حيث مئات الأشخاص أصيبوا به بيكين في سباق مع الزمن ضد وباء تجدد بسرعة مفاجئا السلطات والمجتمع معا المدينة رفعت عدد فحوصاتها للكشف عن الفيروس إلى أزيد من 90 ألف شخص يوميا يجب التجديد على الإجراءات بحزم وصرمة الوضع مقلق سجلنا ثلاثين إصابة جديدة أمس بفيروس كورونا في بيكين ليرتفع العدد الإجمالي إلى أزيد من مئة مصاب هذا الارتفاع المضطرد في عدد حالات الإصابة دفع بالسلطات إلى غلق سوق تشينفادي للمواد الغذائية حيث رسد الفيروس كما أغلقت أربعة أسواق أخرى في العاصمة إلى جانب وضع ثلاثين منطقة سكنية مجاورة لها قيد الحجر الصحي بالنظر إلى ما يجري في بيكين أخذنا عينات لتحليل والمعالجة من بؤرة تفشي الوباء حاليا نقوم بدراسات وتحاليل معمقة للكشف عن مصدر هذا التفشي ومع انتشار العدوى أثيرت مخاوف من موجة ثانية حذرت منها منظمة الصحة العالمية وصرحت أنها تتابع الوضع عن الكثب في بيكين مشيرة إلى احتمال إرسال خبراء في الأيام القادمة ونتابع نحن كإعلاميين وكصحفيين بحذر هذه الوقائع وحتى من باب ربما التذكير بأهمية الالتزام بكل هذه الاحتياطات الصحية التي مفروضة اليوم بحكم أن لا ربما ستكون لهذا المرضي ولهذا الوباء الموجة ثانية ونتمنى الصحة والسلامة للجميع بعد الفاصل ضيف الصباح في إطار إجراءات مكافحة جائحة كورونا قررت الحكومة إجبار المواطنين على حمل القناع الواقي للحد من انتشار الوباء وانتقال العدو بين الأفراد وضع القناع الواقي إجباري وعدم الالتزام بهذا الإجراء الصارم يعرض المخالف لعقوبات قانونية يمنع منع بثاً دخول الأماكن العمومية كالأسواق المغطات وغير المغطات والمحلات التجارية والمقابر والمرائب بدون ارتداء القناع الواقي إضافة إلى التباعد المكاني والمسافات وضع في متناول المواطنين الحصول على الأقنعة الواقية على نطاق واسع وتتكفل بتوزيعها على المواطنين لجان المجتمع المدني ومختلف جمعيته الحكومة لها الثقة المطلقة في استجابة المواطنين ووعيهم وتضامنهم في هذه المرحلة من التعبئة الشعبية للتصدي لوباء كورونا ضيفه الصباح السيد نوردين بوديسة مدير عام الهيئة الجزائرية للاعتماد سيد بوديسة صباح خير مرحبا صباح لخير أهلا وسهلا أهلا بك سيد بوديسة استضفناك للحديث عن اليوم العالمي للاعتماد أن تتذكر أو تتفكر طبعا تحدثنا عن هذه المقييس وعن هذه المعيير المعمولة بها في الجزائر أنت مدير عام الهيئة الجزائرية للاعتماد بماذا تتكفل هذه الهيئة الهيئة الجزائرية للاعتماد هي مؤسسات طابع صناعي وتجاري تابعة لتحت وسائط وزارة الصناعة والمناجم تنشط في ما يسمى بالاعتماد لما نتكلم بالاعتماد هي كل النشطة الموجودة في هرم الجودة في البلد كل بلد عنده هرم جودة بنية الجودة والاعتماد هو عنصر من عناصر مكونة هذا الهرم الجودة نجيد فيها كل ما يتعلق بالتقيس بالقياسة بالاعتماد بالمخابر بالتفتيش كل ما ينشط بالصفة عامة بالجودة وما يسمى خاصة المفهوم دورها دورها أساسي لا نستطيع نصور اليوم بلد عنده طموح أن ينمو اقتصاديا اجتماعيا تقافيا بدون أنه لا يكون عنده بنية تحتية منظمة مهيكلة قوية وتنشط بمقاييس ومعايير عالمية لأنه لا يكفيش أنها تنشط على مستوى الوطن تنشط على مستوى لتواجه طلبات السوق الوطني وتنشط على مستوى العالمي حتى تدافع تسوع بالمعايير العالمية وأيضا تدافع على مصالح الاقتصاد الوطني بصفة موجوزة الاعتماد عنده قيمة اقتصادية هامة جدا في البلد لا نستطيع نصور الاعتماد بدون تسويق التسويق لكوميرسياليزاتهم ماشية مع الاعتماد لماذا؟ كون منتوش قبل ما يبشي السوق يخضع لفحصات أولية كانت في المصنع وفي المخبرة على المصنع يلازم تحكمه في مصفات التقنية تاعم المنتوش لما يخرج للسوق بل ما يخرج للسوق يلازم يحصل على الشهادة متابقة لتأكد ان هذا المنتوش صالح للاستهلاك ولا يضر بصحة المواتن اذا هذه عملية أولية ضرورية ولما يخرج للسوق فبالتالي نعطي أكثر آمنة للمستهلك أنا أستلكش بعين العملية التانية لما الجزائر عندها الرغبة أنها تصدر لمنتوشات تحلل خارج خارج المحروقات من الضروري أيضا أن هذا المنتوش يكون مكيف مع متطلبات الأسواق الأجنبية كل بلد عنده مواصفات تقنية عنده شريع تقني أسألك عن هذه المواصفات ما هو تقييمك أنت مدير عام الهيئة الجزائرية للاعتماد ما هو تقييمكم لهذه المؤسسات ومدى استجابتها لهذه المعايير الدولية والمقيس الدولي وما هو الطرف لدراسة المقارنة مثلا هذه المؤسسات الاقتصادية التي تحصلت على الاعتماد يعني في منظور هذه المعايير الدولية ما هو موقعنا موقع هذه المؤسسات نحن أسسنا الجزائرية الاعتماد في سنة 2005 هذا حديث النشعة اليوم حصلنا على أكثر من مئة مخبر جزائري حاصل على الاعتماد في مختلف قطعات هل هذا العدد كافي بش نقدر نقول باللي قادرين أن نغطوا السوق الجزائري والهيئة التي تسلب شهادة متابقة لعددها كافي ومتنوية أنا نقول لك لا ما زال العزم ما زاله كبير لأنها ما زال قطعات أخرى ما زالها في عملية تحضير للاعتماد الاعتماد عملية ميش سهلة عملية تقنية محت تعتمد على الكفاءة التقنية لكل أطراف التي تعمل فيها ذال الاعتماد زيادة لهذه كان لدينا رهان أخر حنا لما شأنا هذه الهيئة تحت وزارة الصناع الصناعة والمناجب عملنا على أساس أننا نسلم الشهادة الاعتماد على مستوى الوطن وحاولنا أيضا واشتهدنا ونجحنا أن هذه الشهادة التي تسلم من طرف أجراك عندها طابع عالمي لأنها محترفة بها الدولين إذن خدمنا من جهتين كان الرهان على مستوى الوطن لكي نجب أكبر عدد ممكن ندخل في عملية الاعتماد ونسلم المشاهدة لتلاعظم في مختلف القطاعات وأيضا أننا نخلي الشهادة والعلابة الجزائرية على مستوى العالمي تكون معترفة بالطبع مع المنظمة العالمية وزبائن الجزائر ترغب أن تحصل على المنتوج الجزائري المنتوج الجزائري إذا كان يريد أنه يمشي للأسواق الجنبي في عطار السياسة الجديدة وينافس وينافس المنتوجات الأخرى لازم يكون في مواصفة تقنية تمشي مع متطلب السوق الذي نحب أن نمش عليه كان في أوروبا كان في أمريكا كان في إفريقيا أو بلدان العربية العالم اليوم منظم مهيكل والمعايير هو العنصر المشترك بين كل هذه القطب في العالم علينا أننا نجتهد ونعمل على هذا الأساس سيد بوتيسة كيف تمكننا في وقت وجيز وقياسي من أن نتبوأ منزلة الريادة وفي مجال منح الاعتماد أنت ذكرت الآن هذا الاعتماد الذي نمنحه وطنيا معطرف به دوليا هو أشوف موش ممكن أن النظام الوطني الاعتماد يقدر يفرض نفسه في السوق الوطني ويروح ينافس الأسواق الأجنبية عن طريق المنتوج الجزائري قولك هذا ريهان استراتيجي لا تفقد لا تقدر تفرض على الشي إذا كان لا يوجد مواصفات ككل الاعتماد الأخرى في العالم لازم تدخل في العالم هذا وتحاول كيف تكون عندك مكانة وزيادة على هذا لما تكون عندك مكانة تكون أجدر أنك تدافع على مصالح الاقتصاد الجزائري وخاصة تدافع على المنتوج الجزائري لكي تكون عنده مكانة في السوق الأجنبية وهذه العملية تمت على أساس تراتيجي وضعناها وتحييو جسدناها والحمد لله بس لازم نأكد شيء وهام جدا احنا الاعتراف دولي في ميادين معينة في المخابر كانت في المخابر التعيير والتحاليل وما يسمى بالميترولوجيا هذه المجموعة حصلنا عليها وموجودين على مستوى الأخر وعيضا أيضا أن الجانب يتعلق بالتفتيش لما نقول بالتفتيش والمراقبة وشيره يتعلق بالبناء يتعلق بالسيارة يتعلق بالطائرة كل الباخرة كل ما يمكن أنه يفتش ونتأكد على صلاحية هذا الجهاز يخدع للتفتيش أيضا عنا اعتراف دولي لما نجمع هذه القطبين يمثلوا 60% من نشاط الجزائر للأعتماد يبقى ضرور تخنى في المرحلة التالية تحددنا بستراتيجية أن نحصل على الاعتماد في ميادين أخرى الميدان شهادة المقابل المنتوش ما يسمى الجزائر اليوم بأن في بداية التاريخ كل منتوش جزائري كان على مستوى الوطني أو يروح للخرج يحصل على شهادة المنتوش وهذا معيار عالمي ولازم نخدم على متطلب هذا المعيار العالمي والزبائل يتقدم الأرجراك يجب يخضع لمواصفات ومتطلب هذا المعيار العالمي هذا 65 عنا أيضا طلب كبير من بعض القطع عدلة المحروقات يريد أن يحصل على شهادة الاعتماد في ميدان ما يسمى شهادة المتابقة للشخص للأشخاص هذا أيضا معيار العالمي 1724 رأنا نوضعه فيه عيدنا أيضا وأنتو كنتوا تكلموا على الجانب القطع الصحي كل ما يتعلق بالمخابر الطبية في الجزائر هذا المعيار يسمونه 15 1891 هذا معيار عالمي رأنا نعمله فيه وبدأنا نسلم الشهادة الاعتماد العدد ليس بالعدد في المخابر الأخرى في الكتاعات الأخرى وإنما بدأنا في المعان بحر لم يكن عندنا رصيد لبس بيه رح طالب رسمي للمنظمات العالمي حتى نقيم جيل منظمات لك أنت مدير عامة الهيئة الجزائرية للاعتماد التكيف طبعا مع المقييس المعمول بها عالميا في مراخبتي سلامة المنتوجة المستوردي والمصدر كان محور نقاشنا معك متواصلنا معك ومزارنا في التالي في برنامجي هذا الصباح الجولة في عالم التكنولوجيا في الإمضاء حمزة عبان حاجة المجتمع للتكنولوجيا لتسهيل الحياة اليومية أصبحت أكثر من ضرورية فبالتكنولوجيا يمكننا اختصار المسافات وتسهيل العمل والعيش بطرقة مرنة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 صحيح نحن نتعب في حياتنا اليومية خاصة الناس اللي يشتغلوا المدة أطول يعني يكون في احتكاك مثلا مع أجهزة الكمبيوتر ولا في خدمة تواصلة هذا يحدث نوعا ما الإرهاق للعين الإنسان يبحث عن البديل اللي يحقق له هذه الراحة ابقث تعني المنات كيفيده؟ يعني الصح النظرات الشمسية من نوعا في رفع من نوعا في رفعيني أو كالتا يحقق الإحوار الجزيون جنرى العينين في الو Eltern يعني هي مغلولة مثلا مثلا أنها مختلفة تماما سعيدة أكيد أن ليس يدربين أو المختلفة دائرة تتكلمني من فتائر وما ينبين أو يسجعون للغاية العين إلا أنه لا يرحب مختلفة أنه لا يقدم إلا أنه يتحقل على المشاعة أو أو قدمة من بناء أو كامل هذا يوجد مرة أخرى يجب أن يختار نوعية زجاج المستالك أم أنت كنظارتي وبصارتي تختار على المستالك؟ نظارتي وبصارتي هو نقترح نعم شرحنا العملية كيفاش يعني التم؟ يعني يجيب لك شهادة طبية تثبيت مثلا أنه يحتاج ممكن تشرحنا العملية؟ العملية التي نستقبل المريض ويجب أن يخبرنا لك شهادة طبية تستطيع الإداء لإمكانك المستخدم تستطيع المستخدمات للمستخدمات وضعنا نحن لك شهادة طبية تسمى نظق إنما يستعمل هذه العدسات لنسبة ثم مستخدمات في دون أخرى دمانسان هذا يعني أنه لأنه في العمل في كل يوم أو بالصليل يعني أنه يحمرون في الشمسية أو يحمرون في الأعراض مثل الكمبيوتر أو البرتاب هؤلاء اقتراحات التي يدرونهم الناس أيضا دكتور يقولون حتى نوعية الزجاج تغتلف حتى نوعية الزجاج حتى لو كان من جانب صحي يعني أن تروح تجيب عن تبصاراتي ونظاراتي معتمد ولكن يعني حتى نوعية الزجاج مش كيف كيف مش نفسها نوعية يعني نوعية نوعية ذكر كم نوعية ملاح يعني أرهم كيدي سبيسياليست ويجيبون البرودو سيبا مش ملاحة ولكن سيلاكاليتي أمواندري ناقصة شوية في النوعية في الغافة منتاعو موش يعني إني كمان في الماتير الماتير المام أوبتيك مطالون أليبون مليحة ولكن النوعية في النظارات البصرية ما هي أكثر طلبان يعني الطلبان يعني الإنسان لأكثر طلبان من المنزل يوجد من المنزل يوجد ملحة يعني تقترح على الزبون لك نتقترح على الزبون وكي نقول النوعية يعني كون دي كاتيجوري دي بروتكشيو يعني أصناف الحماية والويقاية أصناف الحماية والقياية بالنظارات الشمسية نظارات الشمسية هي تطريقة التخزين لا يحضر نظارات كم تطبيقية ولا تقديمة نظارات كم يتواجد ولن نظارات بلات يحتاج لقترف الناس يجب ان يكون نظارات الناس هذه هي نوعات التي نحن بالنظارات البصارية أنت وشي نصيحتك لنرىهم يشوفوا فينا ربما هي نصيحة نقدمها من باب الاستهلاكين الناس مثلا دون قصد عن عدم وعي مثلا يشتري المعرضة الآن والتي تباع في الأسواق في الخارج مثلا في الشوارع أو في الأرصيفة يحضروا بزيف بزيف على هذا إذا سوف يساعدون في البنزة أو أغنائية يجب أن يكون لدينا إذا كان يدعونا يجب علينا أبوة ويردينا يجب علينا يجب علينا لنطبق المعرضة أيضا لنحن يحضر وإستعادة يجب علينا لنطبق الضمان يعني شاهدتها عادة الضمان في عامين على حسب المنتوج الضمان هذه النظارات تحميك من أعراض الشمس طبية أما النظارات التي تتبع أيضا لا يوجد الضمان هذه هي مختلفة بين مجازين والأسواق ونتبعها في الأسواق كيف مثلا نظارات دكتور كذلك نقول مزدوجة في البعد وفي القرب مادة تأثيرها على لا لا هذه هي حلول هي حلول هي حلول للمستهلك وليه يلبس زوج ثلاثة أربعة نظارات واحدة للبعد وحدة على القرية وحدة على انترميديا نجمل كل شي فيها نجمل لكم لش في واحدة نظارة واحدة والتي تسهل للأمور اليومية شكرا جزيلا لك سيد محمد العجيس لبصارات نظارات معتمد من طرف الدولة الحديثة كانت عن النظارات الشمسية والطبية كيف يوفق المستهلك بين الصحة والجمال نحب أن نرى الجمال الطبيعي بدون نظارات خاصة عندما يتعلق الأمر ببهاء طبيعة وجمالها حضيرة تازة بولاية جيجل شاهدة على طبيعة تنطق جمالا وبهاء نتابع هذا التقرير على بعد حوالي 20 كيلو مترا عن مدينة جيجل تقع أيقونة طبيعية ساحرة مساحة غابية شاسعة بجبال شاهقة تطل على واجهة بحرية تلك هي الحضيرة الوطنية تازة التي تتربع على مساحة قدرها خمسة آلاف هكتار ندينا اختلاف في المادة البيولوجية التي تعطي التنوع المنظري في المنطقة بالإضافة إلى تنوع الحيوانات البرية من بين المناظر التي نرها هنا المناطق الرطبة والساحلية خصائص طبيعية أهل التازة لتسنف كمحمية حيوية عالمية من قبل منظمة اليونيسكو عام 2004 شريط ساحلي بشواطئ سخرية ورملية زاد المنطقة جمالا مما جعلها وجهة سياحية بامتياز نعود إليكم من جديد يبدو أن ليلة حلت بالبلاطو وأحضرت معها الجميع ليلة تحية لك صباح الخير ورحباً شكراً محمد صباح الخير لك ولمشاهدين الكرام أكيد بعد الفاصل أم قبل الفاصل لا لا مباشرة بدون فاصل حقاً أخذ من وقت المفكر الرياضي فعلاً كالعادة محمد أخبار رياضية مختلفة متنوعة تحضر ضمن هذا الصباح وأكيد البداية ستكون بكل ما هو محلي لتعرف عن قرب وعن كثب ما يجري في رياضتها الجزائرية حيث أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم أو أمس عفواً عن إعداد البروتوكول السحي لازم هذا قصد العودة رسمياً لأن شاطي الكروي المتوقف بسبب شائحة كورونا أو تحدث الاتحاد الجزائري وأكد أنه أو انتهى من إعداد البروتوكول الصحي وتم تسلمه إلى وزارة الشباب والرياضة التي طلبت من كل الاتحادات الرياضية الاستفادة من هذا البروتوكول وهذا تمهداً لاستئناف النشاط الرياضي كما أضف الاتحاد في بيانه أنه سيتم الكشف عن مضمون أو مضمون هذه الوثيقة بعد الموافقة عليها رسمياً من قبل الجهة المختصة من جهة أخرى عقد أيضاً رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خردين زدشي عقد اجتماعاً بمقر الفاف وهذا قصد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع الاتفاقية الثلاثية النادي والشركة الرياضية ذات أسهم وأيضاً مكتب المحاسبة وهذا تمهيداً لتطبيق البروتوكول الصحي وأيضاً البروتوكول الذي اتفقت عليه الاتحاد الجزائري في النظام الجديد لنظام المنفسة من جهة أخرى وفي ذاتي السياق ومع الفافي دائماً وجه الاتحاد الجزائري لكرة القدم وجه تحذيراً سارماً يأخذها ضد المناشطات وظاهرة استعمال المناشطات في كرة القدم المحلية جمال دامرجي رئيس اللجنة المحلية والطبية بالاتحاد الجزائري نشر بياناً على الموقع الرسمي للفاف تضمن أيضاً تحذيراً صريحة اللهجة لكل اللائبين الجزائريين المحليين فيما يخص تناول المناشطات وتم أيضاً التشديد على عدم وجود تسامح مع اللائبين الذين سيثبت تورطهم في هذا الأمر إلى أخبار محترفين والبداية باللعب الدولي المحترف في البطولة السعودية وجدة السعودي يوسف بليلي حيث تم تحديد مبلغ 4.5 مليون دولار لتسريح اللائب الدولي الجزائري وحسب الاتحاد السعودي الصادر اليوم وأيضاً الجرائد أقول فإن الجناح الجزائري بات مطلوباً من عدة نوادي وقد يضطر الندي لبيعه خاصة في ظل الصعوبات التي خلفها فيروس كورونا وأيضاً قصد التأقلم مع نديه الذي سيمضي له مع بداية الموسم الجديد ذات الأخبار ونواصل الحديث عن أخبار المحترفين الجزائريين هذه المرة في مختلف الدوليات الأوروبية ماذا يفعلون هناك سنتعرف عن ذلك مع كريم أي تثمان من المنفاوضات بين الإدارة واللائبين من أجل إقناعهم بتخفيض أجورهم بعد الاجتماع السابق الذي مصق بالفاشر إذن سنعود أكيد للحديث عن أخبار المحترفين الجزائريين في مختلف البطولات الأوروبية سنتحدث أكيد عن رياض محر سنتحدث عن أسماء كبيرة جداً إسلام سليماني يوسف بليلي بغداد بنجح سنعود للحديث عن ذلك أخبار المحترفين الجزائريين الآن في الأندية الجزائرية أو سنتحدث عن شغف هؤلاء اللائبين لتعرف أكثر على مصيرهم ومصير البطولة الجزائرية ماذا سينتدع أو ينتج عن ذلك وماذا سيتقرر لإتمامها في ظل وباء كورونا وليد غريبية يفصل رغم الاتصالات التي تلقاها من عدة أندية مهتمة بخدمته أكدت تقارير إعلامية أن الحارس أسامة بن بوت يمنح الأولوية لفريقه شبيبة القبائل الذي يرغب في مواصلة المشوار معه إلى غاية نهاية عقدها ذات التقارير أوضحت أن إدارة الشبيبة غير مستعدة للتخلي عن بن بوت الذي أصبح قطعة أساسية في تشكيلة الكناري هذا الموسم معربة عن نيتها في تمديد عقده الذي ينتهي العام المقبل في موضوع متصل أبدى متوسط ميدان مولودية الجزائر عبد الرحمن بورديم رغبته في مواصلة المشوار مع الفريق بعدما منح موافقته لتجديد عقده ومن المقرر أن يلتقي بورديم مسؤولي المولودية في الأيام القليلة المقبلة لمناقشة البنود الجديدة للعقد الذي اشترط اللاعب السابق لشبيبة الثورة أن يتضمن بند يسمح له بمغادرة الفريق في حال تلقيه عرضا للاحتراف في الخارج ومن المولودية إلى الجار اتحاد العاصمة وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد عاشور جلول أنه تم تخفيض أجور اللاعبين الذين يتلقون مستحقات مالية معتبرة كما تم الاتفاق عليه مسبقا واصفا الإجراء بالمنطقي بالنظر إلى المخلفات الاقتصادية لوباء كورونا العالمي نختم باتحاد بالعباس الذي كشفت تقارير صحفية عن أزمة مالية خانقة تهدد مستقبل النادي بسبب غياب الموارد المالية ما يضع المسيرين في ورطة أمام المصاريف الكبيرة خاصة الأجور المتراكمة لللاعبين والطاقم الفني منذ عدة أشهر مسؤولون مكر أعربوا عن أملهم في دعم مالي من المموي النفطال وكذا إعانات السلطات المحلية لتسوية جزء من ديون الفريق ومن مكر واتحاد بالعباس والبطولة الجزائرية نعرج على البندس ليغا وتتويج نادي بايان مونيخ رسميا بلقب الدوري الألماني للمرة الثامنة ثواليا وهذا قبل جولتين عن نهاية الموسم الكراوي بألمانيا عمر جمي لقب الدور الألماني بعد عودته بفوز على مضيف فيردر بريمان بهدف لسفر بالرغم من نقيقة الثالثة والأربعين ليرفع البايان رصيده بهذا الفوز إلى النقطة السادسة والسبعين متفوق جولة شهدت توديع بادربون دور الأضواء الألماني بعدما هبط من دور الدرجة الأولى اترى خسارته أمام متقدم يونيون برلين إلى وسط الترتيب وأننا الصديق أكيد أمار غالبا ما تكون مؤلمة أكثر من البندس لقاء الدور الألماني أو الإنجليز عفوا حيث بعد غياب نقول دام قرابة ثلاثة أشهر بسبب وباء كورونا تعود عجلة الدورة الإنجليزية الممتاز للدوراني من جديد اليوم في مباراة مؤجلة عن الجولة الثامنة والعشرين في مباراة كبيرة ستجمع ندم محرز منشستر سيتي وأرسنال الإنجليزية وعمر جميع أعد لنا ما قاله بيب كورديولا عن هذه العودة وأمور أخرى وأيضا عن هذه المباراة الكبيرة بين منشستر سيتي وأرسنال نستمع أبدأ المدرب بيب كورديولا المدير الفني لمونشستر سيتي سعادته بعودة مباراة الدور الإنجليز الممتاز والبداية ستكون بمواجهة أرسنال وقال بيب أنا سعيد بعودة الأمور إلى طبيعتها أعيش كأي شخص كل شخص فقدنا هو عزيز علينا اللعبون عادوا بشكل جيد للغاية لكن إن قمت بسؤال عن مستواهم فليس لدي أي فكرة في المباراة سنر علينا فقط الأمل بأنه بإمكاننا تقديم الأفضل وأن غيب الجمهور رد كورديولا أعتقد في هذه اللحظة ما قمنا به متوقع من الجميع الأهم هو صحة النس في إسبانيا ألمانيا وإنجليترا جميعهم قرروا بأننا سنستكمل الدور وهذا ما نقوم به علينا تعقلم كلاعبين وفريق وسنقوم بذلك في أسرع وقت وعن أرتطى مدرب أرسنا رد بيب أنا متحمس للغاية لرؤيته كان من دواع سرور العمل معه هو سعيد هنا ويقوم بعمل لا يصدق أتطلع لرؤيته فاز فريق بارشلونة الإسباني في ثاني المباريات بعد فيروس كورونا ومباراة لحساب الجولة التسعة والعشرين من الليغة الإسبانية وهذا أمام ندي الليغة ناس بهدفين دون رد هدفي المباراة سجلها أو سجل الأول فاتي في الدقيقة الثانية والاربعين وعمق ليونال ميسيا نتيجة لمصلحة بارشلونة بهدف ثاني كان في دقيقة التسعة والستين وهذه نتيجة أبقت نادي بارشلونة في الصدارة وبفارق الخمس نقاط عن نادي ريال مادريد الإسباني الذي سيواجه اليوم نادي فالانس الإسباني في أقوى مباريات هذه الجولة ولبا سنعود لأخبار المحترفين وما يفعله أغلب الأسماء الجزائرية كيدة الدولية في مختلف التوريات الأوروبية يفصل فيها كريم أيت الثمان جديد العناصر الوطني المحترف يبقى منقسم بين من استأنف المنافسة ومن ينتظر ومن يباشر التدريبات في حين لازالت أخبار العروض تجربة الاهتمام خاصة تلك المتعلقة بنجم ملواص إسماعيل بن ناصر وفي آخر أخبار الصحفة الإيطالي حديث عن دخول أرسنال الإنجليزي لسبق الظفر بخدماته وبالأحرى استرجاعه لأنه سبق وانلاعب في صفوفه ما بين عامي 2015 و2017 في سنة أقل من 21 سنة وأقل من 23 سنة أرسنال يكون قد أبدى استعداده لدفع 16 مليون أورو يبقى بن ناصر يصنع الحدث بدليل تلقيه ليشادا من لاعب ريال ماضيب مدريتش الذي اعتبره من أفضل اللاعبين بالنسبة إليها من جهته أعلن نادي نيسا على موقع رسم عودة 28 لائبا إلى التدريبات ومن بينهم جوداوي وعطال بعد الخضوع للتحليل ويعلق عطال أمال كبير للعودة بقوة هذا الموسم بعد موسم سابق مؤقت بسبب لعنة الإصابة الخطيرة التي تلقاها عيسى منتي قلب دفاع المنتخب الوطني يفضل حسب الصحفة الإسبانية الاستقرار وتجديد عقدي مع نادي بيتيسا ومن المنتظر أن تتم عملية التوقيع في قادم الأسابيع في ظل عدم وجود اختلاف حول مدة وقيمة عقد التجديد آخر خبر بحوستنا يتعلق برغبة نادي ليلى الفرنسي التعاقد مع آدم الناس حسب ما كشف عنه موقع فوت ميركاتو للإشارة فإن لعب الخضر عاد إلى ناديه الأصلي نابولي بعد تجربة غير ناجحة مع نادي نيسا الفرنسي على شكل إعارة أما ركن نوستالجيا فيعود بنا إلى أول مشاركة للمنتخب الوطني الجزائري في كأس العالم كيد 1982 هذه المشاركة التي كانت كبيرة مبهرة جدا أمام العالم وتعلق فيها المنتخب الوطني الجزائري أمام المنتخب الألماني فدخل الثريق وأكيد تتذكرون جيدا تلك الحادثة نتابع هدفين مقابل هدف واحد حقيقة مفاجأة أو مجبر تقوها مفاجأة الأجم المفاجأة أكبر مفاجأة في جائح العالم والسنو والسنو والله نفس الشعور بالفخر دائما كلما شهدنا هذه المباراة محمد هل تعرف أنه بعد هذه المباراة فوز الجزائر أمام منتخب ألمانيا ثم أمام الشيلي إنهزم أمام النمسا بعد ربما تعرف الحادثة أنه تم الاتفاق على المنتخب الوطني الجزائري بعد هذه المباراة قوانين جديدة أصبح تطبق أن المباراة الحاسمة أصبح تلاب في ذاته التوقيت يعني درنا حاجة مهمة الحمد لله شكرا شكرا جزيلا لكم مساهدنا الكرام عودة إليك محمد شكرا جزيلا العودة لي لتقديم التحية لكل المشاهدين الذين رفقونا من خلال ساعتين عمر برنامج هذا الصباح شكرا لكم على الحسن والمتابعة مرة أخرى السلام عليكم اشتركوا في القناة